اشتركوا في القناة نجم بوليوود فاروندفان يقضي شهر العسل برفقة زوجته نطاشا دلال في تركيا تعرف على مكان وجهتهما والقصر الذي سيقضياني فيها عطلتهما الرومانسية فيديو حصر لنجمة بوليوود نورة فتحي اثناء احتفالها بعيد ميلادها وحضورها لحفل لودها للازياء بالصوت والصورة وقبل عرض التفاصيل لا تنسوا دعمي بوضع لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد وإظهار تفعلكم في خانة التعليقات لوضع اقتراحتكم وتشجيع لي من اجل تقديم المزيد ان شاء الله وإليكم التفاصيل قامت التقارير الهندية بتصنيف نجمة بوليوود الاكثر سراء وكسبا في عام 2020 وكانت النتيجة كالتالي المرتبة التاسعة كانت من نصيب نجمة بوليوود ديشاب بطني اتم عرض فيلم مالانغ لديشاب بطني سنة 2020 وقد حضي اقبالا كبيرا من طرف الجمهور وحصلت على مبلغ ما يقارب 15 كرور روبيا من خلال تعاونها مع العالمات التجارية المرتبة الثامنة كانت من نصيب نجمة بوليوود سارة عليخان لقد كانت سارة جد نشيطة من حيث اصدار الاعمال الفنية في سنة 2020 اتم اطلاق مؤخرا فيلم كولي نمبر وان ادربحت حوالي 20 كرور روبيا من خلال اعلانتها التجارية وكذلك من خلال اصدار الافلام المرتبة السابعة كانت من نصيب نجمة بوليوود كاترينا كيف ادكسبت كاترينا مبلغا ضخما في عام 2020 بالرغم من عدم اصدار اي عمل جديد اد حصلت على حوالي 40 كرور روبيا من خلال عقود العمل مع العلامات التجارية المرتبة السادسة كانت من نصيب نجمة بوليوود مالايكا ارورا التي كانت عدو في لجنة تحكيم برنامج لرقص اد حصلت على مبلغ ضخم متمثل في 30 كرور روبيا من خلال هذا البرنامج وكذلك تعاونها مع علامات تجارية المرتبة الخامسة كانت من نصيب نجمة بوليوود علي بهات ادتم طرح فيلم صدق نمبر 2 لعلي بهات في عام 2020 وطلق تقييمات سيئة وبالرغم من ذلك تمكنت علي من كسب 30 كرور روبيا في عام 2020 من خلال افلامها وكذلك اعلاناتها التجارية المرتبة الرابعة كانت من نصيب نجمة بوليوود شرادا كابور اد كان لشرادا في عام 2020 اصدار فيلمين الذين حققوا اداءا جيدا في شبك التذاكر وهما باقي ثري وستريت دونسر اد حصلت على حوالي 60 كرور روبيا من خلال ارباح الفلمين والعلامات التجارية المرتبة الثالثة كانت من نصيب نجمة بوليوود كارينا كابور التي قامت باطلاق فيلمها انجريزي ميديوم في عام 2020 اد حصلت على حوالي 70 كرور روبيا في عام 2020 من خلال افلامها واعلانات علامات التجارية المرتبة الثانية كانت من نصيب نجمة بوليوود التي اصدرت فيلمها الرياضي بانغا وحضي باقبال كبير في شبك التذاكر اد حصلت على حوالي 100 كرور روبيا من افلامها ومن شركة انتاجها في عام 2020 واخيرا المرتبة الاولى كانت من نصيب نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون لقد كان لديبيكا اصدار فيلما واحدا هذا العام والذي كان عنوانه شبك والذي نال استحسان الجمهور فقد حصلت ديبيكا على اكثر من 100 كرور روبيا في عام 2020 من خلال الفيلم وكذلك العلامات التجارية ودار الانتاج الخاصة بها وانتم ما رأيكم في هذا التصنيف شاركوني برأيكم في خانة التعليقات لقد عاد الزوجين فاروندفان ونطاشا دلال الى مومباي بعد الانتهاء من مراسم الزفافة فوفقا للتقارير فان نجمة بوليوود فاروندفان فجاء زوجته نطاشا دلال بخبر قضاء شهر العسل في تركيا في فندق كيمبينسكي فهو فندق يقع في اسطنبول على شكل قصر جميل يطل على مياه مضيق البصفور ويعد هذا الفندق من افخم فنادق تركيا كما علق فاروندفان على صفحته على تويتر قائلا في الايام الماضية تلقيت انا ونطاشا الكثير من الحب والايجابية من الجميع لهذا اردت فقط ان اشكركم من اعماق قلبي وبالتالي فالثناء نطاشا دلال وفاروندفان يستعدان الان لبدء رحلتهم الرومانسية في تركيا لقد احتفلت نجمة بوليوود نورة فتحي بعيد ميلادها التاسع والعشرين اتجأت هذه المناسبة متزامنة مع اطلاقها لاغنيتها الجديدة التي احتلت الصدارة عالميا والتي تلقت استحسان الجمهور كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعية مقاطع فيديو جديدة لنورة فتحي اثناء احتفالها بعيد ميلادها وايضا اثناء حضورها لحفل لودها للازياء اليكم هذه المقاطع اشتركوا في القناة 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 شكرا